شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عرب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حيث وإن هذين الشهرين شهر جماد الأولى وشهر جماد الثانية يتعلقان بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الكبرى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك نتحدث باقتضاب حول الظلامات التي وقعت عليها بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذه الظلامات ضمن نقاط ثلاث النقطة الأولى منهج البحث النقطة الثانية منطلقات البحث النقطة الثالثة الشبهات المطارح أما بالنسبة إلى منهج البحث فمقدمة نقول إن إحدى المشكلات التي تعاني منها هذه الأمة هي مشكلة التشكيك في الحقائق التاريخية طبعاً طبعاً التشكيك ظاهرة التشكيك لا تقتصر على الحقائق التاريخية وإنما تتعداها لتشمل مجالات أخرى حالة التشكيك حالة لها أول وليس لها آخر ربما واحد يبدأ بالتشكيك في حقيقة تاريخية ولكن هذه الحالة لها حالة اضطراد وإذا بالتشكيك يتقدم ليشمل كل شيء الحقائق التاريخية والحقائق العقائدية العقدية والحقائق الفقهية والحقائق الفكرية وبالتالي التشكيك يلف جميع الأسس الدينية هناك كلمة لأحد الفلاسفة يقول التشكيك أو الشك معبر رائع ولكن هو موقف سيء واحد يشك يشك يحقق يعبر من الشك إلى اليقين هذا معبر رائع ولكن أن يتردد في حالة الشاك الشك يتحول إلى منهج في الحياة واحد يشك في كل شيء ويظل في هذا التشكيك يدور اذهب ابحث حتى تنتهي إلى اليقين لا من يقول ما الدليل مو ثابت يبقى يدور في هذه الحلقة المفرغة هذا موقف سيء في مقابل التشكيك في الحقائق التاريخية نذكر عدة ملاحظات الملاحظة الأولى إن كل علم له منهج معين وبعض العلماء يعتقدون أن أهم شيء في كل علم المنهجية التي نستخدمها في ذلك العلم ما هو المنهج كل علم من العلوم له منهج معين ومن الخطأ أن يأتي الشخص ويطبق منهج علم على منهج علم آخر هذا الخطأ الذي الذي وقع فيه بعض الفلاسفة الأقدمين القضايا العقلية لها منهج معين القضية العقلية كيف تحللها تجلس في غرفتك المغلقة وتحلل القضية العقلية أو بعض القضايا العقلية هؤلاء حاولوا بهذا المنهج أن يحللوا القضايا الطبيعية القضايا الطبيعية لها منهج آخر ما يمكن بالتحليل العقلي واحد يحلل القضية الطبيعية ولكن يأتي الفيلسوف الكبير كبير عظيم في علمه ولكن منهج خطأ يفكر أنه هذه الأكوان ما هي المادة التي تألفت منها خطأ هذا المنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في التجارب علم مستحدث تجربة أما أنه أقعد في غرفتك أو في برجك وفكر ما هي المادة التي تتألف منها الكواكب والمدارات والشامس والقمار هذا ليس منهج هذا منهج خطأ حتى إذا يكون هذا المفكر مفكر عظيم وبالنتيجة ينتهون إلى قاعدة الخرق والالتيام أن هذه الأفلاك مكونة من أشياء ذرات غير قابلة للخرق والالتيام لا يمكن أن تخرق بعدين عندما انتهوا إلى هذه النتيجة تحيروا في قضية المعراج فكيف عرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات إذا النبي عرج المفروض أن السماوات تنشق وبعدين لازم تلتئم والخرق والالتيام محالان من الناحية العقلية هذا خطأ في المنهج العظيم عندما يخطئ في المنهج ينتهي إلى نتائج خاطئ حتى إذا يكون عظيم بينما عالم ما يمكن أن يقارن بذلك الفيلسوف الكبير عالم متواضع يمكن لا يمثل واحد في قبال ألف واحد من ألف منهج صحيح يأتي ويتوصل إلى النتيجة الصحيحة هذه الطائرات اليوم تخرق هذه الأجواء وتسخر بنظرية الخرق والالتيام التي اختلقتها عقول فلاسفة كبار كل يوم يضحكون على هذه النظرية طيارات كل يوم منهج خطأ كما أتذكر في كتاب شرح حكمة الإشراق يأتي الفيلسوف الكبير يريد يحلل ظاهرة طبيعية بمنهج عقلي خطأ هذه الصور التي نشاهدها في المرآة ما هي حقيقتها أقعد بالغرفة وفكر شنو حقيقتها يذكر على ما أتذكر احتمالات الاحتمال الأول الاحتمال الثاني ثم هذا الفيلسوف الكبير ينتهي إلى هذه النتيجة أكفة عالم يقال له عالم المثال في ذاك العالم أكو حقائق وحقيقتنا موجودة في ذلك العالم نحن عندما نشوف المرآة نرى الحقائق الموجودة في عالم المثال ينقل أن الحاجي السبزواري عندما قيل له أن الغربيين اخترعوا آله للتصوير قال تحول علمنا جهلا لأن إحنا بنينا على استحالة انفصال العكس عن العاكس والظل عن ذي الظل هذا محال من الناحية العقلية غربيين اجوا وفصلوا العكس عن العاكس صورتك موجودة هنا وانت في مكان آخر أو صاحب الصورة تحول إلى تراب صورته موجودة تحول علمنا جهلا لماذا؟ لأن المنهج خطأ كان القضايا الطبيعية لا تحلل طبعا منهجهم في القضايا الإلهية كثير مننا أيضا خطأ الآن بحث آخر ما علينا به وما هي النتائج العجيبة التي توصلوا إليها منهج خطأ أهم شيء في العلم نحن يجب أن نبحث عن المنهج المنهج الطريق الحقائق الحقائق التاريخية القضايا التاريخية البحث فيها له منهجية معينة وإذا وإذا واحد حاول أن يطبق منهجية علم آخر على علم التاريخ أخطأ في الطريق الآن هذا شيء متداول مع الأسف حتى واحد يشوف بعض الشباب المبتدئين الذين لا يوجد لهم ضاع ولا اطلاع شوية ثقافة عنده يريد يحل القضية الآن نجي إلى الإطار السني ونأتي إلى الإطار الشيع في الإطار السني أكون في صحيح البخاري دليل على ذلك ما هو الدليل من صحيح البخاري نحن نصور أن منهج التاريخ يعتمد على منهج علم الفق في علم الفق نحن عادة نبحث أن هذه الرواية صحيح أو لا هذا بحثنا عادة نجي نطبق في التاريخ أيضا خب أكو رواية في صحيح البخاري على هذا المطلب الذي تقوله قضية الهجوم على الدار مثلا على بيت فاطمة صلوات الله عليه أكو رواية في البخاري تثبت ذلك أكو أكو في صحيح مسلم رواية تثبت ذلك هذا في الإطار السني في الإطار الشيعي أكو رواية كل روات عدول إماميون ضباط تثبت هذا المطلب أصلا هذا المنهج خطأ المهاجم أخطأ حين طرح السؤال بهذه الطريقة والمدافع بعض المدافعين أيضا أخطأ حين وقعوا في شرك هذا السؤال نبحث أكو في صحيح البخاري لو ماكو خطأ هذا المنهج صحيح البخاري كم رواية يحتوي هل البخاري احتوى كل الروايات الصحيحة البخاري كل كل روايات يحتوي على سبعة آلاف وخمسمية وكذا رواية سبعة آلاف وخمسمية وكذا رواية هذا كل البخاري أقل من ثمانة آلاف رواية صحيح مسلم يحتوي على ثلاث آلاف وثلاث وثلاث رواية يعني كم رواية عشرة آلاف وشوي كل البخاري ومسلم الدين كل بني على عشرة آلاف وكذا رواية هوا البخاري كاتبين في كتبهم كان يقول إني أحفظ مئة آلاف رواية صحيحة وين راحت هاي الروايات مئة آلاف رواية كان يحفظها عود الدين كل يتلخص في كم رواية رواها البخاري ومسلم عشرة آلاف وخمسمية وكذا رواية التاريخ له منهج آخر وأهم قضية في المناهج التاريخية منهج تجميع القرائم هذه القضية التي يقوم بها المحللون الجنائيون وقع الجريمة في المحلة واحد قتل المحقق القانوني ما الذي يفعل يجمع القرائم هذا المقتول منه عنده عدووية في الأيام الماضية ويمنه احتد في الكلام مصلحة من موجودة في قتل هذا هذا عندما يقتل من هو المنتفع آخر واحد التقى به الضحية من هو يجمع القرائم يجمعها كل قرينة ماء الهقيمة قطعية القرينة تمثل قيمة احتمالية وربما تكون قيمتها الاحتمالية قيمة متواضعة في منطق حساب الاحتمالات ولكن هذه القرينة الاولى لها قيمة احتمالية واحد بالالف القرينة الثانية الثالثة الرابعة فينتهي المحقق الجنائي الى اليقين العلمي وربما ينتهي الى اليقين الرياضي اليقين العلمي هو اليقين الذي بنيت عليها العلوم المتداولة الاحتمال يصل الى مرحلة لا يعتنى بخلافه هذا يقين علمي يعني الاحتمال المضاد تقل نسبته الى حد لا يعتني به العقلاء ولا يعتني به العلم مثل واحد بالمليون احنا عندما نركب الطيارة ماكو احتمال الطائرة تسقط ليش اكو احتمال لكن اش قد قيمة هذا الاحتمال واحد بالمليون مثلا ما يعتني العقلاء بهذه القضية بهذه النسبة الاحتمالية الضئيلة فبعد تجميع القراءة نصل الى اليقين العلمي او اليقين الرياضي الذي لا يمكن ان ان يتطرق فيه الشك ولا يوجد احتمال مضاد ولا واحد في عشرة ملايين هذا هو الملايين احنا عندما مثلا نريد ان نحلل الهجوم على الدار قضية الهجوم شلون نحلل اكو رواية صحيحة في البخاري غلط هذا الكلام جمع القراءة تجميع القراءة كيف يكون مثلا اولا ادرس شخصية المهاجم هذا المهاجم الذي هاجم الدار وانتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله شنو شخصيته ما هي نفسيته اذا اكتشفته من خلال الحقائق التاريخية ان هذا الرجل رجل فض غليظ المرأة الحامل عندما تراه تسقط حملها هالشكل هذا اولا ثانيا الاشباه والنظائر اشباه والنظائر يعني شنو اشباه والنظائر يعني في المواقف المماثلة مع من اعتبرهم خصوما له شلون كان يتعامل هذه هي القضية الثانية طبعا انا مو الان في صدد هذا البحث ولكن كمجرد نموذج ابن ابو الحديد في شارح نهج البلاغة من هذه الطبعة المجلد الاول صفحة 134 ينقل قضايا عجيبة يعني انتو لاحظوا شخصية هذا الرجل ولاحظوا موقفه في الاشباه والنظائر يقول عندما اخت اسلمت وزوج اخته سرا لان كانوا يخافون منه يقول علم بذلك يقول فاجي الى البيت فقال ختنه ختنه يعني زوج بيت ارأيت ان كان هو الحق ويمكن يكون هذا حق لعل الاسلام حق لعل النبي حق فوثب عليه فوطأه وطأ شديدا منطق الوطأ يعني الدوس بالأرجل هذا كان مستمر من البداية الى النهاية فجاءت اخته فنفخها بيده يعني ظاهرا ضربها فدم وجهها هذا منو يقول هذا عالم من علمائه في صفحة 137 في صفحة 139 عندما النبي صلى الله عليه وآله توفي استشهد الناس قالوا النبي مات فجاء الان ليش هذا الموقف هذا يحتاج الى تحليل قائلا انه لم يمت لا النبي ما مات من يقول النبي مات لا النبي ما يموت الله يقول بالقرآن اَفَا إِمَّاتَ اَوْ قُتِل اَنْقَلَبْتُمْ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ يَزْعُمُونَ كل واحد يقول النبي مات النبي سوف يرجع ويقطع ايده ورجله فجعل لا يمر بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه يخبطه خبط يخبطه يعني ضربه ضربا شديدا اذا واحد يقول النبي مات هذا يضرب ضربا شديدا ويتوعده احنا مو في مجال الانتقاد الان مو في مجال النقد احنا دان ندرس شخصية هذا الرجل وكيف يتعامل مع من يقول ما قاله القرآن يقول في صفحة 135 فكسر سيف الزبير هجم على الزبير لاحظوا الاشباه والنظائر وكسر سيفه ودفع في صدر المقداد ووطأ في السقيفة ذاك الوطء الاول هذا الوطء الاخير ووطأ في السقيفة سعد ابن عباد سعد ابن عباد سيد الخزرج ليش لأن قال منكم امير ومنا امير انتو تردون الامارة لكم امير ولنا امير فاخذه ووطأ وقال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا وحطم انف الحباب ابن المنذر ظاهر انفت بوكس ضربه قاعدة في خشم في انف فحطم انف الذي قال يوم السقيفة انا جذيلها المحكك او المحنك وعذيقها المرجب اذا الرجل اللي يحمل مثل هذه الشخصية هذه النفسية جيد هاي قرينا اولى القرين الثاني اللي عام الخصوم بمنته الشدة والعنف يسأل الان شنو تبرير هذا بحث اخر برروا الى برروا مو كلامنا في ذلك في التبرير ولكن هذا رجل عنده منهجية القاعدة القاعدة مبتنية على تلك المنهجية سعد ابن عبادة هذا الذي وطأوه في السقيفة بعدين قتلوه وقالوا الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن الجن قتلوا سعد ابن عبادة وقالوا نحن الجن يعني قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤادة الجن يرمون بدقة راحت في فؤادة فلم تخطئ فؤادة جيد هذا اثنين هذه القرينة الثانية القرينة الثالثة من روا روايات الهجوم على الدار من راويه في حساب الاحتمالات يمكن العدو يروي رواية خب القيمة احتمالية معينة ولكن اذا الصديق يروي المدافع يروي الذي يعتقد يروي اللي في ضرر ان يروي هذه الرواية القيمة الاحتمالية ترتفع ارتفاع كبير القاعدة الفقهية والقانونية اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جائس من اللي راوي هذه الروايات انتوا لاحظوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة صلوات الله عليها في هذا الكتاب من صفحة مية و أربعة و خمسين الى صفحة ميتين و سبوطعش يعني اكثر من ستين صفحة يذكر اعترافات علمائهم مو علمائنا يذكر اعترافات اكثر من ثمانين من علمائهم اربعة و ثمانين واحد ينقل اعترافاتهم و واحد من هؤلاء ابن تيمية ابن تيمية معروف معروف بتشدد ضد اهل البيت ضد اتباع اهل البيت وله منهجية حتى حتى هذا يعتراف بعد اكو مجال للتشكيك اذا ابن تيمية يعتراف يتمكن واحد يجي يشكك يقول ما كو في صحيح البخاري ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية طبعا الكتاب ما عندي الآن لكن اكثر من مصدر نقل عنه في المجلد الثامن صفحة 291 ابن تيمية يعترف بالهجوم على الدار ولكن يبرر هذا الهجوم ما ينكر هذا الهجوم يبرر تبرير اقرار لكم عبارة ابن تيمية انا هذه العبارة قرأتها في مصدر اخر من قول عنه يقول نحن نعلم يقينا ان فلانا لم يقدم على علي بشيء من الاذا حاشاح هل يمكن ان يؤذي علي ابدا ولا على سعد ابن عباد المتخلف عن بيعته اولا واخرا ما يمكن ان يؤذي سعد ابن عباد الجن قتل وغاية ما يقال انه كبس البيت يعني هجم على البيت لين لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه في بيت في بيت يكون يكون المراد بأهل فاطمة من اهل البيت لعلها ضام اموال في بيت اموال من اموال المسلمين ومن اجتها هاي الاموال اذا في بيت فاطمة صلوات الله عليها اكو اموال رسول الله اعطاه هذه الاموال اذا اكو لعله اكو هنالك اموال بعدين اكو هذا الاحتمال ان يكون هنالك مال ان تكون هنالك اموال ابدز فد وفد فد جماعة فد رجل فد امرأة حتى يروح يفتش في الدار ما اكو احتياج الى الهجوم على الدار اكون منهج اخر ايضا انه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه علي وفاطمة حبس هذه الاموال عن مستحقها ولكن هذا الرجل قلب يحترق على الفقراء والمساكين لا يتضورون جوعا والم خطية الآن الظهر صاير جواعة زوجتهم تطالبهم بالمال يريد ان ياخذ هذا المال من بيت علي وفاطمة ويعطيه لمستحقي واما اقدام عليهم انفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط ابدا باتفاق اهل العلم والدين وانما ينقله مثل هذا جهال الكذابين هذا المجال هذا مجرد مثال عندما تجمعون هذه القرائن تصلون الى مرحلة اليقين العلمي بل تصلون الى مرحلة اليقين الرياضي حتى اذا بالبخاري ماكم حتى اذا في صحيح مسلم ماكم هذه هي الملاحظة الاولى واكو هنالك ايضا ملاحظات اخرى لكن شوية فيها جانب فني فنتركها لمجال اخر ولكن اكتفي بملاحظة ثانية وهذه الملاحظة الثانية هي انه يجب ان نبحث سلمنا احنا نحتاج الى روايات صحيحة يجب ان نبحث وسوف نجد الروايات الصحيحة الملاحظة الاولى نحن نعتمد على حساب الاحتمالات وتجميع القرائن الملاحظة الثانية نبحث ونجد روايات صحيحة في هذه المجال هذا الشيء الذي يقوم به البعض هذا خطأ علمي فاحش وقبل كم يوم قريت مقالة كاتبها واحد ينفي قضية عقائدية لانهم راجع كتاب واحد شايف كم رواية في زعمه انها روايات ضعيفة ابحث في هذا الموضوع الذي ذكر فيه عدة روايات ثم انتهى الى بطلان هذه القضية العقائدية اكثر من 3000 رواية هذا الشاب يطالع فت كتاب يشوف اربع روايات يفند هذه الروايات بزعمه وينتهي الى بطلان هذه العقيدة هذا منهج هذا منهج علمي اذا اولا التاريخ يعتمد على منهج تجميع القرائن وحساب الاحتمالات وثانيا لو بحثنا فسوف نجد الروايات الصحيحة في كل الحقائق التاريخية والعقائدية او في كثير منها هذا باختصار مع حذف مجموعة من الملاحظات الفنية حول النقطة الاولى النقطة الثانية منطلقات البحث اي قضية مثارة الان ليش هذا البحث الاشخاص التاريخيون كلمة في نهج البلاغة من الطف الكلمات تجيب على هذا السؤال انا اقرار لكم هذه الكلمة من نهج البلاغة طبعا طبعا هواي اكو اجوب على هذا السؤال ولكن اقرار لكم كلمة واحدة تبين جانب من الاجابة في نهج البلاغة الخطبة رقم مية وسبعة واربعين امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الخطبة واعلموا انكم لن تعرف الرشد اذا واحد يريد يعرف الحق الرشد يعني الحق لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه لا تقول انا امشي في طريق الحق انا معلي بالذين يرفعون راية الباطل الامام يقول كلا لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه لازم تعرف فلان على حق له باطل حتى تعرف الحق وإلا لم تعرف الحق اذا واحد قال انا امشي في طريق الحق ولم اعرف ان فلان على حق او باطل هذا لم يعرف الحق ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عند اهله فإنهم عيش العلم وموت الجاهل إلى آخر الخطبة ما هي الرابطة الرابطة بين عرفان الحق وعرفان الرشد ومعرفة الذين حملوا راية الباطل ما هي الرابطة بين المعرفة أكو هنا بين شراح نهج البلاغ فيما رأيت كلمات ذكروها ولكن الشيء اللي يبدو في بادي النظر أنه إذا واحد ما عرف أئمة الظلال ما عرف أئمة الظلال فلان من أئمة الظلال لولا إذا ما عرفنا الأئمة الذين يهدون إلى النار لا نعرف الحق ليش لأنه هؤلاء أئمة الظلال سوف يتحولون عند الأمة وعندنا إلى مصادر إلهام ومصادر استلهام هذا اسم اللامع الصحابي الكبير اللي عاش ويا النبي هذا يعطينا خط خط يعطينا إذا أنت ما تعرف هذا من أئمة الظلال من الأئمة الذين يهدون إلى النار تاخذ من طبيعية فيكون ملهما لك أما إذا تعرف هذا إمام من أئمة الظلال تبتعد عنه وتبتعد عن خطه ولا تستلهم ولا تعتبر قيمة لا لكلمة منه ولا لموقف منه الآن أجيب لكم مثال هذا المثال جدا خطير شوفوا هذه المقالة تنتهي إلى هدم الدين كله أم لا يقول مضمون كلامه يقول إحنا ليش عندنا خالة الجموت إحنا يجب أن تكون عندنا خالة انطلاق ويجب أن تكون عندنا شجاعة الرواد الأوائل الرواد الأوائل كانوا شجعان شجعان أمام منه أمام الله أمام القرآن أمام النبي صلى الله عليه وآله إحنا بخلي نكون شجعان مثلهم ليش هذا الجموت الرواد الأوائل في منطقة شطبوا على القرآن هو يقول طبعا مو بلف شطبوا ألغوا القرآن نحن خلن نلغي القرآن مثال يقول الأول ألغى آية المؤلف قلوبهم الله والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم القرآن يقول النبي عمل بذلك ولكن جاء الأول وبكل شجاعة شطب على هذه الآية قال إلغاء سهم المؤلف قلوبهم لماذا لأنه الظرف اختلف الظرف اختلف في ذاك اليوم الدين كان ضعيف يجب أن نعطي للمؤلف قلوبهم مت بعير مثلا حتى نكسب هم كفار مثلا الآن الدين قوي بعد ما نحتاج الثاني كان شجاح شطب آية من القرآن يا آية الطلقات الثلاث القرآن يقول الطلاق مرتان إلى أن يقول فإن طلقها في المرة الثالثة واضح الآية هم يقول واضح الآية الطلقات الثلاث يعني ثلاث طلقات ولكن يقول الثاني اجي بشجاعة وشطب على هذه الآية شطب شاف أنه الناس هوايدا يطلقون زوجاتهم فقال يجب أن نردعهم كل واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تحرم عليه ليش ردعا أمام الطلاق القرآن يقول ثلاث مرات لكن الرجل يقول مرة واحدة يقول ثلاثا هذا يؤدي مؤد ثلاث مرات فالرواد الأوائل كانوا شجعان نحن هنيئا للطواغيط كلهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا مربوط بذلك الظروف خلي يأتي حاكم مسلم يتبع الرواد الأوائل في شجاعتهم ويقول الآن الصيام يؤثر في تدهور معدلات الانتاج فألغى الصيام هاي قضية حقيقية الحاكم الفلاني ما أجي باسمه في البلد الفلاني ألغى الصيام عن العمال شجاع حاج فحاكم شجاع ثاني يجي أيضا خلي يلغي الحاج ذاك إذا ألغى المؤلف قلوبهم مع قدسه وورعه وتقواه كما يقول أنا ألغي الحاج ليش واحد يصرف أموال يروح على حج بيت الله الحرام خلي يجي يطوف حول قصري عبد الملك كان يقول أو ذاك الحاكم لماذا يرحون هناك كل واحد يجي كل طاهوت يجي كل حاكم يجي يشطر لماذا الآن الإرهابيون الذين شوهوا صورة الدين في العالم أعطوا انطباع سيء من من يستلهمون من هؤلاء الرواد الأوائح بس ذاك يجي يلكم خشم هذا الرجول أنف فيحطمه وهذا يجي يسوي حزام ناسف فيقتل مجموعة نفس لن تعرف الرشد لاحظوا الكلمة ما يقوله أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه لا بد تعرف أم الضلال إذا لم تعرف تأخذ منهم تتأثر بهم أنا مرة مثلت أكف ولد فاسد في المحل أنتو طفلكم يقولوا لا 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 تسوي غيبة لا تكشف سر تستر على هذا ولد الجيران إذا تسترت هذا ابنك لا يصير عنده مناعة يروح الصادق ويا فيفسد لازم تقول لابنك أن هذا الجار هذا خطير هذا فاسد هذا مفسد هذا يدمر دينك هذا يدمر دنيا لازم تقول لا لا حفاظا على وحدة المحلة لا تقول ابنك راح تشوه الصورة الدين في العالم الإرهاب من أهم مصادره المصادر العقائدية العقدية هذا من أهم مصادر الإرهاب هذا يمد الإرهاب هي هذه الكلمات التي قرأتها هذه اللكمة وذلك الوطء الأول وذلك الوطء الأخير هيتمد إمدى إنكم لن تعرف الرشدة حتى تعرف الذي تركه لا تقولون هاي بحوث تاريخية هاي بحوث الحاضر هذه بحوث المستقبل ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه من الذي نقض الكتاب الشجعان الرواد الأوائل من الذي نقض الكتاب من الذي غير وضوء النبي النبي صلى الله عليه وعلى العوام كان يتوضى أمام المسلمين من الذي غير وضوءه من الذي غير صلاته إذا ما عرف يجي إلى المدينة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين حذف البسملة بعد ما كمل فاعترضوا عليه لماذا يا معاوية أنا سيت أم سرقت معاوية حذف البسملة لا 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 تتكلم حول معاوية وإذا ما تكلمت حول معاوية تأخذ من معاوية يصبح كاتب الواحي وتحذف البسملة أيضا لأن هذا يصير مصدر إلهام إليك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذه بعدين هذا إشكالكم إشكال على أمير المؤمنين صلى الله عليه اللطيف الخطبة الذي بعدها الإمام ينتقد طلحة والزبير لا 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 تتكلم حول طلحة والزبير قبل كم يوم واحد كان يقول زبير صحابي كبير لا تجرحون قلوبنا لا تتكلم العلي أمير المؤمنين هو الذي يتكلم كل واحد منهما يرجو الأمر له كل واحد منهم يريد يصير حاكم ويعطفه الحقد الحقد في اللغة العربية يعني واحد يحقد على الثاني اثنين هم ذول قادة جيش واحد يحقد على الثاني رادوا يصلون صلاة الصبح هذا دفع ذاك وذاك دفع هذا هذا راد يصير إمام ذاك راد يصير إمام اثنين هم وقفوا بالمحراب هذا يدفع هذا الشكل وهذا يدفع هذا الشكل حتى كادة الشمس أن تطلع فنادى الناس الله الله يا صحابة رسول الله الشمس لا تطلع فعينوا واحد ثالث صلى به كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه وعما قليل يكشف قناعه به والله لئن أصاب الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا وليأتين هذا على هذا إذا القدرة صير بيدهم هذا يكتل ذاك وذاك يكتل هذا شوفوا الخطبة الشقشقية إذا أعدكم انتقاد انتقدوا أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير إلى أن يقول لشد ما تشطر ضرعيها إلى أن يقول فصيرها في حوزة خشناء إلى أن يقول إلى أن قام ثالث القوم نافجاً خضنيه بين نسيله ومعتلفه أكو أمض من هذا الذام أنقل لكم هذه القضية وأختم بها الحديث هذه القضية ينقلها ابن أب الحديد المعتزلي السني في نهج البلاغة قول وحدثني يحيى ابن سعيد ابن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من سكان قطفتا قطفتا جواب الهامش كاتب اسمه مكان غربية بغداد بالجانب الغربية من بغداد وأحد الشهود المعدلين بها قال كنت حاضراً مجلس الفخر إسماعيل ابن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغلام ابن المنا وكان الفخر إسماعيل ابن علي هذا مقدم الحنابل ببغداد في الفقه والخلاف ويشتغل بشيء في علم المنطق وكان حلو العبارة وقد رأيته أنا وحضرت عنده وسمعت كلامه قال ابن عالية ونحن عنده نتحدث عد منه عد مقدم الحنابل في بغداد إذ دخل شخص من الحنابل قد كان له دين على بعض أهل الكوفة فانحدر إليه يطالبه بيح هذا الحنبلي كان يطلب واحد كوفي دين فانحدر إلى الكوفة لمطالبة ذلك الدين واتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير وين وقت وصل إلى الكوفة يوم الغدير الثمنطعش ذي الحجة والحمبلي المذكور بالكوفة وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين عليها السلام من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الإحصاء قال ابن عالية فجعل الشيخ الفخر الشيخ الفخر من هو قلنا مقدم الحنابل يسأل ذلك الشخص أنت عندما رحت إلى الكوفة ما فعلت ما رأيت هل وصل مالك إليك هل بقي لك منه بقية عند غريمك وذلك يجاوب حتى قال له منه ذاك الرجل قال لمقدم الحنابل يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة بأصوات بأصوات مرتفعة من غير مراقبة ولا خيف فقال إسماعيل من هو إسماعيل مقدم الحنابل أي ذنب لهم والله ما جرأهم على ذلك ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القاب فقال ذلك الشخص ومن صاحب القاب اللي جرأ ذلك فقال علي بن أبي طالب هو اللي فتح لهم هذا الباب قال هذا الرجل يا سيدي هو الذي سن لهم ذلك وعلم هم إياه وطرقهم إليه هو اللي فتح الطريق لهم قال نعم والله قال يا سيدي فإن كان محقا فما لنا أن نتولى فلانا وفلانا وإن كان مبطلا فما لنا نتولى إذا علي بن أبي طالب محق فلماذا نتولى معاوية مثلا ينبغي أن نبر إما منه أو منهما واحد من الطريقين أما اجمع بين الله واللات ما يصير اجمع بين محمد صلى الله عليه وآله وأبو جه ما يصير اجمع اجمع بين موسى وفرعون من باب صلح الكل ما يصير اجمع بين قابيل وهابي ما يصير ينبغي أن نبر إما منه أو منهما قال ابن عالية فقام إسماعيل مسرعان مقدم الحنابل قام فلبسن عليه وقال لعن الله إسماعيل يعني هو إن كان يعرف جواب هذه المسألة هو متورط قال فالكلام اتورط به ودخل دار حرمه راح عند النسوان وقمنا نحن وانصرفنا تعليق على هذه القضية التي ينقلها ابن علي من أبي طالب صلى الله عليه ما فتح لهم هذا الباب الله فتح لهم هذا الباب إذا أعدكم انتقاد انتقدوا القرآن الكريم القرآن الكريم يحتوي هجوما لاذعا حادا على بعض طبعا صحابة رسول الله القرآن الكريم في سورة الأحزاب يقول واذي يقول المنافقون منهم ذول صحابة رسول الله يعني بعضهم والذين في قلوبهم مرض مرض ذول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله قشمرنا من يقول هذا صحابة النبي طبعا بعضهم وإلا أبو ذار وسلمان ومقداد وعثمان بن مضعون وأمثالهم ذول لهم مقام شامخ عظيم الله يقول هؤلاء صحابة النبي قالوا الله قشمرنا النبي خدعنا اشطبوا هاي الآية من القرآن سورة أكو سورة المنافقون سورة كاملة سورة التوبة بعض الصحابة مصادرها موجودة كانوا يخافون من سورة التوبة ويقولون الله ما بقى واحد في هذه السورة فضح الكل الله تعالى في سورة التوبة يقول فأعقبهم منه بعض صحابة النبي نفاقا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الله يقول في صحابة النبي أكو منافقي في صحابة النبي أكو من أخلف الوعد مع الله تعالى الله تعالى يقول في صحابة النبي أكو فسق لاحظوا سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من هذا الوليد واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله الوليد ابن عقب أو الوليد ابن عقب فالذي فتح لهم هذا الباب معلي بن أبي طالب في الخطبة الشقشقية وإنما الله في القرآن الكريم وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَهُ وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَقَضَحْ وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَبَذَحْ وَمِنْ نَعْرِفْ فَلْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عَنْدِ أَهْلِهِ ابن أبو الحديد يقول عَنَا نَفْسَهُ يعني خُذُوه من علي ابن أبي طالب خُذوه من الخطبة الشقشقية فإنهم عيشوا العلم وَمَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَصَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لا يُخَالِفُونَ الدِّين مُوْمِثِل ذَكِ اللَّي يُشْطُبُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَ بِشُجَاعَةِ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ كلامهم كلام واحد لأن كله عن منبع الواحي فهو بينهم شاهد صدق وصامت ناطق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتْ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْرِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر